طبعاً 21 سبتمبر تعني للوقع، تعني للغربة، تعني للكارثة الأسرية على المستوى الفردي وتعني على المستوى الجمعي ضيع الأمن وضيع الدولة وعندما يكون قد خسرت كل هذه الخسائر على المستوى الفردي وخسرنا كل هذه الخسائر على المستوى الجمعي فيمكن أن نقول أننا خسرنا كل شيء كيمنيين فيما مضى من التاريخ كان اليمني يخسر في كل حروبه في كل كوارث اليمن كنا نخسر لا شك ولكن كنا نخسر بالتقصيط بالقزء وكانت الكلف معقولة إلى حد ما ويمكن أن تعوض ويمكن أن تعوض لكن خسارة ما حدث في 21 سبتمبر هي خسارة بالقملة وعندما تفقد الوطن وأمان الوطن وعندما ترى كل هذا الدمار وكل هذا الوقع هذا على المستوى الشعور الجمعي اليمني لكن أيضا نحن أعتقد خسرنا ما هو أبعد على مستوى الوطن العربي وطن العربي أيضا معنا في اليمن من الخاسرين يعني عندما يخسر اليمن كدولة وتحول جزء منها تنتزع هويته بطريقة ما وينتزع مضيقه وتعبث ببحره فأعتقد أن الخسارة في اليمن خسارة ممتدة على المستوى الفرد اليمني على المستوى الجمعي اليمني وكذلك على المستوى العربي ما يخسره العرب عموما وما يحصل الآن في اليمن كماهد للعروبة كبداية للتاريخ العربي كل هذه الخسائر لا شكل أنها ممتدة بمعنى أنها وصلت إليهم والذي لم يحس بوجع اليمن ولا بخطورة ما يحصل اليمن سيأتيه لاعقا بعد سنة أو عشر أو عشرين هذا الخطر ممتد خطر فارسي عفوا ليس فارسي صفوي خميني ممتد اليمن هي منتصف الطريق هي الثورة التي يعني يسقط لكي يسقط بقيات الثيرة في الوطن العربي